اشتركوا في القناة لكن في بداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشر الأخبار والبداية بالعناوين النازحون قادروا الفولة من قبل يعودون إليها طوعيا بعد حدوء استقرار نزبي في الأوضاء هناك النازحون من ولاية السنار للقضارف يعانون من أوضاء معساوية ويروون شهادات مفزعة لراديو دبانقا عن رحلتهم ولاية نيل عبيد تستقبل أكثر من 25 ألف نازح عقب سيطرة الدعم السريع على منطقة جبل موية شرق الولاية الدمازين والروسير استشهدان تدفقات مستمرة للنازحين من مناطق شمال أنيل الأزرق تفاصيل النشرة من راديو دبانقا في تقديمها محمد سليمان أكدت مجموعة من النازحين الذين قادروا مدينة الفولة في وقت سابق إلى الأوضية أنهم عادوا إلى الفولة مجددا عقب الاستقرار النزبي في الأوضاء هناك وقالت الناشطة المجتمعية بوسين حمات أن منظمة الهلاء الأحمر أرسلت بعض السيارات ونظموا عوضة طوائية إلى الفولة لكل من رقب في ذلك وتابعت قائلة أن مدينة الفولة حادئة نزبيا الآن مضيفة أنهم قضوا قرابة الأسبوع ولاحظوا أن الحياة بدأت تعود تدريجيا وأضافت لراديو دبانقا نحن رجعنا عوضة طوائية إلى مدينة الفولة وأيضا كان في ناس الهلال الأحمر رسلوا بعض العربات وعملوا عوضة طوائية للمواطنين وأي مواطن كان حاب يرجع إلى مدينة الفولة تم رجعه إلى مدينة الفولة بسلامة الآن مدينة الفولة هادئة يؤاني النازحون من ولاية السنار إلى ولاية القضارف من أوضاء إنسانية صعبة على كافة المستويات من حيث الغذاء والإيواء والإعلاج وغيرها وأجرى راديو دبانقا استطلاعا بين بعض النازحين من مدينتي السنجة والسنار إلى ولاية القضارف أقب ترخيلهم من الميناء البر بمدينة القضارف إلى مزرعة أحد رجال أعمال ونصب خيام داخلها وتحدثت نساء وأسر لراديو دبانقا أن معاناتهم جرى رحلتهم الطويلة والسير لعدة كيلومترات إضافة إلى الظروف الصحية الصعبة التي تعرض لها بعض أفراد أسرهن وهذا جانب من إفادات السيدات النازحات وماشيين 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 قلنا نقطع الكبري ما قدرنا نقطع الكبري قطعنا الكبري بمعاناة شديدة الدانات دي شغالة فينا والطيارات وكلها الحمد لله وصلنا ودى العايس من ودى العايس ماشيين مسافة زي 8 ساعات أنحنا بارق ليلنا خيرا لقين ليلنا عربية طويلة كده بشلوا في الحطب ماسكين كده بايدين وماشيين صفت الناشطة المجتمعية بولاية جنوب كردوفان جليلة خميس كوكو الوضع في الولاية بأنه صعب جدا وقالت جليلة في مقابلة مع راديو دبانغا إن الموسم الزراعي كان فاشلا بسبب شح الأمطار مضيفة أن الجراد دهم المزارع القليلة التي تمكن أصحابها من الزراع وأشار جليلة أن مما زاد الأمر سوءا محاصرة كل الطرق التي تؤدي إلى الولاية مثل طريقة الدلنة الأبيض والطرق التي تؤدي إلى غرب كردوفان وغيرها وأتابعت قائلة إن الجوع طال سكان الولاية مضيفة أنه حتى الأشخاص الذين لديهم أموال في البنوك لا يستطيعون سحبها لعدم توفر السيولة النقدية وأشار جليلة إلى أن سئر ملوة العيش بلق 45 ألف جنيه وأن أشهد الجليلة للحكومة السودانية بإسقاط المواد الغزائية الضرورية بواسطة الطيران لإقاثة مواطني جنوب كردوفان وأدعت إلى إسقاط الذرة والدقيق والعدس وغيرها من المواد الغزائية الضرورية وأتابعت قائلة إنها لا ترى حلا غير ذلك في الوقت الحالي مشيرة إلى اقتراب فصل الخريف الذي وصفته بأنه أسوأ مرحلة يمر بها سكان جبال النوبة حتى قبل النشوب الحرب وأضافت لراديو دابانغا بصراحة الوضع في جنوب كردوفان بصفة عامة وضع صعب جدا الموسم الزراع أولا كان فاشل الأمطار داني الشحيح وحتى الناس الزراعي الزهرة الأفضل تحت الجرات أكلت المحصول عندي أول حاجة واجهتهم قبل الحرب بعد ذلك ظهرت الحروبات وبركة المناطق دي تحت الحصار التام يعني كل الطرق اللي بتأدي لجنوب كردوفان محاصرات أفاد مواطنون من منطقة أبو صروج بمحلية السربة بولاية غرب دارفور بارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية وقال مواطن تحدث لراديو دابانغا أن سعر كرة الدخن بلق 2500 جنيه وكرة البصل 8000 جنيه بينما بلق سير باقة الزيت 60 ألف جنيه أعلنت حكومة ولاية الشمال كردوفان استئناف الدراسة تدريجيا بدعا بالمرحلة الثانوية اعتبارا من يوم الأحد 24 يوليو وأشارت إلى أن استئناف الدراسة يحدث إلى تكملة المقررات مراجعتها تمهيدا للجلوس لامتهان الشحاد السودانية إلى جانب الإعداد لبداية العام الدراسي لبقية الفصول والمراحل الدراسية الأخرى وأكدت حكومة الولاية أن توقف العام الدراسي في جميع المراحل أدى إلى تدحور البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وتأثر الموارد البشرية من معلمين وعاملين وطلاب وتلاميذ ومجال استربوية مما ينعكس سلبا على الجميع كشفت غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض أن استقبال محلية الجبلين وجودة لأكثر من 25 ألف شخص عقب سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة جبل موية الواقعة بشرق الولاية في نحاية يونيو الماضي كما كشفت عن عمليات لجوء كبيرة إلى دولة جنوب السودان عبر معبر جودة الحدودي فرارا من جهيم الحرب وأرجعت غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض أسباب النزوه واللجوء إلى مخاوف وسط المواطنين من تمدد قوات الدعم السريع إلى المناطق الجنوبية من ولاية النيل الأبيض بعد سيطرتها على المناطق الشرقية من الولاية وقال عمات ساير عدو غرفة طوارئ النيل الأبيض لراديو دابنغا أن محلية الجبلين استقبلت أكثر من 25 ألف نازح من المناطق المتاخمة لمواقع تمركز قوات الدعم السريع في شرق الولاية وأوضحنا المحلي صدافة النازحين في المدارس ومع الأسر بينما يقيم آخرون في العراء استنكر المواطنون في ولاية النيل الأبيض قرار للوالي بمصادرة مركبات الدفع الربائي والدراجات النارية وقال مواطن من النيل الأبيض لراديو دابنغا أن القرار قوبل بالرفض والسخرية من قبل سكان الولاية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وأوضح المواطن أن أكثر المتضررين من هذا القرار هم أصحاب المشاريع الذراعية جنوب الولاية الذين يستخدمون سيارات الربائية الدفع في أعمالهم في المناطق الوائرة ووصف المحامي مجاهد أثمان في مقابلة مع راديو دابنغا القرار بقير القانون وقير الدستوري مشيرا إلى أن مصادرة الملكية الخاصة لا تيوز إلا وموجب قانون ومقابل طاويت معلوم ومجزي لصاحب الأصل المصادرة شدداء الدكتور محمد عبد السلام أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان ألا أن العدالة الانتقالية في المسائل المهمة والملحة الواجب تطبيقها في السودان في مرحلة ما بعد الحرب وأشار أبد السلام إلى أن منظومة العدالة الانتقالية بدأت في الفترات التي شهدت انتهاكات كبيرة وواسعة في بعض المجتمعات وبالتالي هي كمنظومة للعدالة تتعامل مع انتحاكات لا يستطيع النظام القضاء العادي التعامل معها بشكل عادي وأضاف لراديو دابانغا أفات مواطنون من مدينة القضارف بهدوء الأحوال الأمنية بعد يوم من سقوط مسيرتين الخميس بالقرب من مبنى أمانة حكومة ولاية القضارف لكن مواطنين أشاروا إلى حال من التوتر والترقب في مدينة القضارف مما يمكن أن تسفر أنه الأيام القليلة المقبلة على صعيد آخر أفادت مواطنة من القضارف لراديو دابانغا باستمرار تدفق النازحين من ولاية سنار بصورة كبيرة على الولاية وأضافت أن بعض المبادرات المجتمعية توذي أمواد إقاثة للنازحين إلى القضارف وأضافت لراديو دابانغا لكن حتى الغرة القريبة من القضارف طريقة الحواتل، مفازة، الدندر ففي نزوح ما عادي ومستمر يوميا وحتى يمكن ما بيش منطقة تانية لأن معظم الناس ما عارف هماش شوين هم بيجيوا بيقعدوا في القضارف ويكونوا قاعدين منتظرين سيحصل يعني قال مواطنون من الدمازين بإقليم النيل أذرق أن مدينتي الدمازين وروسيرس تشهدها تدفقات مستمرة للنازحين من مناطق شمال الإقليم بسبب تقدم قوات الدعم السريح هناك وأشار مواطن تحدث إلى راديو دابانغا إلى أن هناك زيادة في أعداد مراكز الإيوا حيث بلقت أكثر من خمسين مركزا في الدمازين وروسيرس وقال الناشط نادر من الدمازين أن إقليم النيل الأذرق يشهد أوضاعا صعبة وحصارا من الجنوب بسبب فصل الخريف ومن الشمال بسبب قوات الدعم السريح وأضاف ليراديو دابانغا ثم رارف نزوح للمواطنين في مناطق شمال الدمازين وشمال الروسيرس نسبة لتقدم قوات الدعم السريح في القرى شمال الدمازين والروسيرس الحاجة ببقى خلقت نوع من الهلع والخوف في نفوس المواطنين كشفت مصادر أثوبية ليراديو دابانغا عن اجتماع أوقيت الأسبوع الماضي بين السفير السوداني في أديس أبابا ومسؤولين أثوبيين تناول أوضاع اللاجئين السودانيين كما تطرق لاجتماعات جنيف بين الجيش والدعم السريح الخاصة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وأعلنت المصادر أن تعهدات حكومية أثوبية بطرحيل اللاجئين إلى معسكر جديد في منطقة جوندر تتوفر فيه الخدمات اللازمة أعرب الخبير القانوني البارذ في مجال حقوق الإنسان أبد الباقي جبريل أن أسفه لأدم تلبية الجيش لدعوة الأمم المتحدة للتفاوط مع وفد قوات الدعم السريح في جنيف للاتفاق على مسارات محددة لإيصال مواد الإقاثة وإعتبر جبريل في مقابلة مع راديو دبانقا تصريح قائد الجيش عبد الفتاح البرحان بأدم الاستجابة لانفاوضات جنيف إلا بعد انسحاب الدعم السريع من ولايات دارفور الخرطوم أمرا مخيبا للأمال وأضاف لراديو دبانقا هذا التصريح حقيا مخيب للأمال تصريح مرفوض ما كان ينبغي أن يتيم إطلاقا في هذا الظرف والحريج لأن التفاوض في جنيف في واقع الأمر ليس هو تفاوض من عجل تغيير الوضع العسكري على الأرض من جانبه يعتبر الصحفي والمحل السياسي الفاتح وديدي مباحثات جنيف بإسويسرا بمثابة تجريف للطريق وبناثقة بين طرفي الصراع ويعتبر وديدي أن تصريحة البرهان بشأن الفاوضات جنيف تعتي بتأثر مضاقطات داخلية حسب وصفه وأضاف لراديو دبانقا تصريحات برهان ممكن قراية أنها بتأثير من مضاقطات الداخل برهان أعلم بموقف وهو عارف أنه واقع تحت تأثير كتلة كبيرة بمقاربة الأولى والأخيرة هي الذهاب بالحرب إلى مداها الأقصى الخبر الأخير في النشرة نحبت مجموعة من المسلحين 200 رأسا من الماشية يوم الخميس من تجار بالقرب من منطقة شنقل طوباي بولاية الشمال دارفور وقال مواطن من منطقة شنقل طوباي لراديو دبانقا أن مجموعة من التجار كانوا في طريقهم إلى الفاشر حيث يتعرضوا لعملية نحب مسلح من قبل مجموعة من المسلحين أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي وتحياتي وتحياتي الزملاء براديو دبانقا ودمتم بخير اشتركوا في القناة موسيقى